طيب من خلال كتاباتك بقى خلينا ندخل في حواديد يعني حدوتة في حدوتة اكتر قصة شفتيها تأثرت بيها وحكي لنا ليه الحب ده ميت شوفي انا عملت مؤخرا مشروع جميل جدا اسمه زي الأمر الحقيقة وعملت خمس حلقات كانوا بطولة الأستاذة الهام شهين اسمه حتة مني دي كانت علاقة حب بين الزوجة الهام شهين وزوجها أحمد وفيق وكانت قصة حب عبقرية جدا إلى أن عرف واحدة تانية وحصلت له زي ما نقول نازوة مثلا وافتقر أن حبه قل لمراته يعني وكان خلاص هيتجاوز الستة التانية دي ده بيحصل للرجالة يعني أنا أفتكر يعني الستة نادرا جدا لما يحصل لها حاجة زي كده يعني أنت تسمعي الراجل عرف على مراته كتير تسمعي الحالات دي كتير لكن الستة قليل جدا لما تسمعي فيه بس قليل بالنسبة للراجل بس هو رجع في الآخر هو رجع وكتشف قد ايه هو بيحب مراته قد ايه يعني رجع بس يعني بعيد عن الدين والشرع والقانون والمجتمع وكل الحاجات اللي تحترم أنا بالنسبة لي الراجل زي الستة في المشاعر يعني الستة بتحب فالراجل بيحب الستة بتخلص فالراجل يخلص يعني أنه هو قدر يفصل عن الحب بقى الجبار العظيم ده ويبص الواحدة تانية لكن احنا بناخد دايما الحكاية كده ايه يعني الخلاصة يعني أن الراجل بيحب بس هو بيحب بقى له اكتر مش بمشاعره طب ما هو في الاول بيحب قوي وبيخلص قوي هو ده على فكرة اللي بيخلي الستة اللي قدامه تبادله الشعور ايه ده هو بيحبيني قوي كده بيهتم بتفاصيلي قوي كده يعني الستة برضو يعني لما بتتميلي قوي مشاعر بتبتدي تحب قوي لأ طيب بسي هو بسي هقولك حاجة ايما هو الراجل بيحب قوي طبعا هنتفق انه اه يعني بيحبه وبيبقى مخلص وكل حاجة لكن عايزة اقولك حاجة ما هي القلوب بتتقلب يعني في النهاية ممكن يتعرض لدود ده بيحصل جدا على فكرة يعني أنا اعرف نماذج يعني وأكيد انتي كمان يعني الست برضو بتتعرض لناس كتير اه بس انتي وخصوصا الست اللي بتشتغل ما بتشوف ناس كتير وناس كتير بيقولونها كلام حلو واعجاب وانتي امر وانتي متقلقة يعني شمانة الست ما بترميش نفسها لأي كلمة وده ما انا بقولك ده فرق تكوين والله لان انتي لما بتحبي باخلاص بتحبي يعني مش مهما كان مهما ظهر لك لكن الراجل لا الراجل وانا بعتبر على فكرة ان الراجل كائن ضعيف اضعف من الست لان القوي هو اللي هيحافظة على مشاعره سدقيني بجد يعني بحيث الست قوية جدا ان هي تتمسك بمشاعرها وتبقى محافظة عليها جدا الراجل بتفلت منه لانه ضعيف هي مش مش شطارة زي ما الناس متخيلة يعني انا بحثها نوع من الضعف يعني انت معرفتش تحافظ على حاجة حلوة قوي كده